السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنىكم تكونوا كاملا بخير وعلى خير وصفتنا لهذا النهار كيك يومي بمدق الحامض كيجي عالي ومسفج كيجي خفيف والمدق او لنكها الحامض كيجي حاضرة فيه بقوة شوفوا معايا كيفاش كيجي يعني مسفج من الدخل بواحد الحيلة غدي نديروها ان شاء الله باش تخلي لنا المدق ديال الحامض حاضر بقوة في هاد الكيك شوفوا معايا كيفاش داير خفيف وما كيجيش مدقص يعني كنضغطو عليه هون حلوه ونعودو كتبقى الكيك ديالنا خفيف ومسفج كيف كتشوفوا معايا نشوفوا مع بعضيتنا المكونات ديال هاد الكيك غدي نحتاج وليها ربعات الحبات ديال البيض بدرجة حرارة المطبخ غدي نحتاج كاس ديال سكر سانيدة او سكر حبيبات دائما كنقص انا من القيص ديال السكر ولكن بما انه عندنا فيه الحامض كيجي كاس هو هادك عندي كاس مع مرش زيت نباتية وعندي هنا يا كاس مع مرش ديال الماء الوزن ديال الكاس هو مية وخمسين ميليليليتر داك الشيلي كيز بقى لنا في الكاس مع مرش غدي نكمله بالحامض غدي نشوفوا معايا وغدي نحتاجوا ميتين وخمسين جرام ديال الدقيق ومغرب النوعية جيدة خاصة بالحلويات جوج خميرة كيموية او لا اه 14 جرام ديال الخميرة كيموية يعني بيكين باودر اول حاجة غدي نبدو بها القلب ديال الكيك غدي ناخد القلب ديال الكيك وغدي ندهنه بالزبدة هذا الكيك اليومي اللي ما كان غيروش او لما كان بدلوش دائما كان نبدعو وكل مرة كان ديرو اقتراحات في الكيك ولكن كان رجعو الكيك اليومي اللي كتكون في هذا الحفرة في الوسط يعني هذا محبوب الجامع كنتهنه بالزبدة وكنا نرشه بالضقيق ونخليها على جنب اول مرحلة ومن الاحسن ندروه في المجمد او ندروه في تلاجة هذا الحال بارد يعني نخليه غير على جنب هو اللي هو لها المرحلة باش مكيل تسقش لنا الكيك وهذه هي النقطة اللي غدي تعطينا النكهة قوية الكيك ما تردوش انكم تجربو هاد الحيلة هادي هو انني كان ناخد القشرة ديال الحامضة وكان حكيها مباشرة في الدقيق ديالي هو اللويل يعني حتى الدقيق يكون فيه المدق ديال الحامض كان حكي القشرة الخارجية فقط ما تصلوش القشرة البيضاء لانه هاكا تعطينا المرورة أنا هنا عندي الحامض متوسط يعني قدرت جوج حبات ديال الحامض لانني محتاجة العصر ديالهم وهنا يا بالدهر ديال معي لقاك نحاول انني نمعك دك القشرة ديال الحامض في الدقيق باش كي تلبسوا اليم زيان وكيعطوني النكهة قوية في الدقيق وغادي نخليه على جنب هادي اول مرحلة لان العصر ديال الحامض غادي نحتاجوه هو اللي غادي نكملو به الكاس ديالنا ديال الماء يعني عندي تقريبا كاس مع مرش الوزن ديال الكاس اولى القياس ديال الكاس هو مية وخمسين ميلي جيتر ودائما سنده تكون رقيقة هاكا باش كينجح معانا الكيك حاولو اردو البال انا العظيمات ما يهبطوش انا غادي ندابز معا ونحيدها وكننحك القشرة ديالها هي اللي وولي انا يلمشي نحت عصرنا الحامض القشرة ما غاديش يصلح لنا اننا نحكوها سوف نجيب البول ديالي فاش غادي نخدم الكيك ديالنا ممكن تخدموا هذا الكيك هذا في الكاس ديال الخلاط الكهربائي العادي يعني الكاس ديال العصر ممكن انكم تخدموا فيه الكيك ديالكم ما تنسوش قبيصة ديال الملحة لتصحيح الدوء وكيف قلت دائما انا في الكيك ديالي او في وصفات الكيك كان نقص شوية ديال السكر ولكن هادي فيها الحامض حاضر بقوة كان نحاول انانين كم يعنين ديال الكاس هو هادا كتجي معقولة هادي نخدم البيض مع السكر ومع الزيت يعني هاد المرحلة ممكن تدروها في الكاس ديال الخلاط الكهربائي ديال العاصر انا هاكا كان نخدم في دائما في البول باش يكون كل شي بايل ليكم واضح كان نخدمهم زيان حتى كي نساج مؤمع بعضيتهم ما كان حتاش ديال الفاني اللي علافوان هنايا لانني عندي ااا القشرة ديال الحامض او هاد الكيك بالحامض كان حك القشرة عندية به هنايا نص حامضة او كان خليه شوية من دك الحامض للول ونضيف الكاس اللي عندنا في خليط ما بالماء و ما بالحامض ونزج المكونات مع بعضياتهم مزيان والحمد لله الاخوات دائما ما كانت حاشمش معهم في وصفات الكيك دائما كيجربهم وكي نالوا استحسانهم معليكم الا تبعوا الطريقة والمراحل كيف نقول دائما يعني من اننا ندهنو المول ديالنا الطريقة ديال طيب دياله في الفران كل كيك وكيفاش كي يطيب في الفران سوف يدمج المكونات مع بعضياتهم هنا عندنا الدقيق ديالنا اللي فيه القشرة ديال الحامض يلا كنتو مغربلينو من قبل ممكن انكم تديروه مباشرة يعني كنتبدو تهزو شوية ديال الدقيق وانتو ما كنتطيفوه كيف تعودنا مع بعضياتنا ما كان نضيفوش دقيق دفعة واحدة كان نبقى نضيفوه على دفعات هنا غدين ناخد الغربة ديالي اولى الصفاي ولكن العويلة دياله هنا يراه كبارين باش هكا ما يتغربلش ليدك القشرة ديال الحامض نضيفوش دقيق شوية بشوية يلا درنا في هاد الصفاي الرقيق نضيفوش دقيق قشيرات ديال الحامض لهذا انا درتو في هاد الصفاي هادا شوية عوينته اكباري لانا الدقيق دائما كعجبني انني نغربله ماشي لانه كعجبني لانه كعطي نتيجة زوينا باش هكا هبطول يحتدوك القشيرات ديال الحامض اللي غربلنا او اللي اللي حكينا والوقيتها ديال الحامض هي هادي نستغلوه ندرو به وصفات ديال الكيك وانا شخصيا من اه اه ال وصفات الكيكو اللي كيعجبوني هو الكيك ديال الحامض ولكيك ديال التفاح كيعجبوني بزاف اهنا يا الخامرة كيموية او الباكين باودر صفي و هالخالط ديالنا كيجي على هاد الشكل دائما ما تردوش تضيفو هاد اللمس هادي اللي كنضيفها انايا اخر مرحلة قطرات من عصر الحامض كيك اليومي لا يدخل الفرن ساخن ندخل الفرن مباشرة الفرن يكون بارد يعني لا يحتاج أنني نسخن الفرن هنا كيك كيف يديره يعني ماشي تقيله وفي نفس الوقت ماشي خفيف يعني 150 قرام دقيق كيك في هذا القياس وردوا البلد ممكن تكونوا محتاجين واحد المعلقة او لا اقل على حساب الكتافة على حساب حجم البيض ونوعية الدقيق والامتصاص لا تردوش انكم تزيدكم من الفوق باش تدخلوا اكبر نسبة هواء للخلطة ديالكم ديال الكيك وغادي نشوفوا اهم النصائح اللي كتنجح لنا الكيك هنا ايو انا كنفرغ ما تبقى من الخلطة ديالي ديال الكيك اختلت لي واحد الدميعة كيف نقول ديال العجين في الجنب هادي دائما نشرحها ولكن منيك تجي او تصادف انها توقع عندي نحاول نذكر بها الاخوات لعدم تحقوا بالقناة يعني منيك تلقوا دك شوية ديال العجين منيك تحقوا بالقناة لا تردوش انكم تحيدوه حيدوه لان الكيك ديالكم ليك يكون في الفرن ويكون غادي كيعلم كيتصادم مع هاديك تريف طيب هي اللولة سوف تحبس لكم الكيك ديالكم ما تخليش يطلع وهالكيك ديالنا ندخلوه الفرن بارد كيف نقول 160 درجة حتى يتحمر من الجوانب من بعد كنشعل عليه من الفوق يجي اللون دياله اهكا ما شاء الله كيكون اللون دياله دهبي يعني الكيك ديال الحامض كنوا متأكدين انه يقولي ما اعتمد عندكم ان شاء الله وكنقلبوه غير بضع دقائق وكنقلبوه اهكا باش مكيعرقش لنا في هاد المول كيجي على هاد شكل كيجي خفيف ومسفج ان شاء الله يقولي ما اعتمد عندكم هو يوضفوه القائمة وصفات الكيك اللي عندنا في القناة وبالنسبة للتزيين دياله ان شاء الله غادي نشوفوا معايا طريقة ديالتزيين ديال هاد الكيك اللي هي السهلة وبسيطة هاد الكيك هدا دائما كيكون كيك يومي وما نحتاجوش له اننا يعني نزينوه اولا ندهنوه اولا شي حاجة ولكن ما فيها بس مرة مرة اه كيف كنقولو انغيرو شوية كيك غادي ناخد واحد التباصيل وغادي نحتوه فوق من الوجه ديال الكيك اللي كيكون التباصيل صغر من الكيك وهنا عندي شوية عندي السكر سقيل وغادي نبدا نرش الجوانب فقط يعني كنحاول انني نغبرهم السكر سقيل اخواتي اخواتي فضلا اي اخت استفدت معي في هذا الفيديو اولا كتلقى انها كتاخد فكرة جديدة في الفيديوات ديالي اولا في هذا الفيديو ما تبخلش عليها بواحد لايك للتشجيع فضلا لان اللايكاتي ديالكم تفاعل مع الفيديو ومع القناة هكيا وكيتشاف على ان يدق واسع ما تبخلوش عليها اخواتي بواحد لايك فضلا للتشجيع فقط وتعليق من تعليقاتكم الزوينة اللي كنقولها دائما كتحفزني صافيك نحيض الطبيصل ديالي وكيجي الشكل ديالها على هاتشكل كيف كتشوفو معي تزين كيبقى اختياري زينتها بدوائر ديال الحامض وحاولت انني انتبتهم بالعويدات كيف كتشوفو معي يعني وصفة سهلة وبسيطة وكتعطينا منظر وكتكون هماويها كي لحطينا هالضيوف ديالنا وكيف كنقول دائما وخا كان بدعو في انواع الكيك كيبقى الكيك اليومي حاضر بقوة سواء كان بالحامض او لا بالورتقال او لا باليوغورت يعني هاد انواع الكيك او لهاد النوع ديال الكيك كيكون حاضر بقوة واكيد قد نقطعها باش نشوفوها كيف اشتيرا من الداخل كتشي خفيفة وكتجي مسفجة والمدق ديال الحامض كيف كنقول كيكون حاضر فيها بقوة يعني المدق ديالها جد مميز غير جربوها اه انا متأكدة بانا غد يتعجبكم شوفو معي البنت وخا كان ضغط عليها انا عاود نحل انا هنا ما تقلش قاع او لا كيف كنقولوا ما سرعتش يعني باش تباليكم على الحقيقة ديالها وخا كان ضغط عليها وكنا عاود نحلها كتبقى هي هادي كيف كنقولو من دقصة موالو كتشي ناشفة غزالة او لا كيف كنقولو كتشي مسفجة من الدخل كنتمنى اخواتي الاقتراح ديال هادي نهار يكون ناز تحسانكم شوفوا معي كيف شديرا بحل شهده من الدخل مسفجة خليت لكم مرحة اخواتي في امان الله الى اقتراح اخر ان شاء الله شكرا لكم على تعليقاتكم زوينة اللي كتخلوا لي شكرا لكم على الدعم وعلى التشجيع ديالكم في امان الله اشتركوا في القناة